اهلا بكم الى جديد عالم الصحفة العربية والدولية هذه قراءة يومية متأنية بالتحليل واصحابني في هذه الجولة اليوم من لندن الكاتب الصحفي الاساز كميل الطويل كما ارحب ضيفي الذي ينضم الي من رمالة الكاتب الصحفي الفلسطيني الاساز هشام عبدالله في اهم عنوين جولتنا اليوم ها ارس الاسرائيلية تكشف عن قمع الاحتلال للنشطاء الاجانب دورية انتليجنس انلاين الفرنسية ترصد وجودا لحزب الله في اليمن لمساعدة الحثين واشنطن بوست تلقى الضوء على تداعية الازمة الاقتصادية في تركيا الى التفاصيل والبداية من الصحافة الاسرائيلية تحديدا الى صحيفة ها ارس التي قالت ان جهاز المخابرات الاسرائيلي شباك منع 250 شخصا من دخول تلافيب منذ بداية العام وقال تقرير خاص للتلفزيون الاسرائيلي ان معظم الذين تم منعهم هم مسلمون او يمرون في مراحل الاسلام من الدول العربية واوروبا والولايات المتحدة وايضا من نشطاء حقوق الانسان ممن يوثقون وبالكاميرا الكثير من ممارسات الاحتلال واشارت الصحيفة الى استجواب هؤلاء النشطاء على يد عناصر المخابرات الاسرائيلية شباك بصورة مؤلمة سيد الشام عبدالله وجد التحية لك مرة اخرى اذا نحن امام تسريب لحجم الاعداد التي منعها الاحتلال من دخول اسرائيل هل تعتقد انها رسالة امنية بغلاف صحفي اسرائيلي وترى ما الهدف منها هل هو فعلا الهدف الظاهر هو ترهيب المتضمين الاجانب مع فلسطين هل هذا يؤتي السمار فعلا مع من يتضامن مع القضية نعم التاطية لهذه القضية بالفعل هذه المرة هي لافتة اذا اخذنا بعين الاعتبار ان مثل هذه الممارسات والاجراءات ليست جديدة على اسرائيل وبالاساس على جهازها الامني الذي يعمل في معظم المعابر الاسرائيلية سواء عن طريق المطار او المعابر الاخرى هذا من جانب من جانب اخر طبعا في ذات الوقت مهم يعني الاعلان وتعريت هذا الجانب من الاجراءات التي تكون تعسفية التي تكون بها اسرائيل بالذات عندما لا تأخذ بعين الاعتبار طبعا هي في تعاملها مع الفلسطينيين الامر يختلف تماما كيف تبرره بغض النظر عن نوعية العلاقة في الصراع ولكن بما يتعلق بالاجانب وسواء كانوا ليس المهم كانوا مسلمين او بطريقهم الى الاسلمة ولكن ايضا من مختلف الجنسيات والاعراق والاديان في العالم دائما اسرائيل وضعت قيود على وجودها لا صحيح ما اثار الانتباه خلال السنوات الاخيرة مع وجود وسائل التواصل والاجتماعي والتطور الذي حدث في بث الاحداث وتصويرها عبر الهواتف المحمولة وما يذلك اعتقد ان ذلك ازعج اسرائيل كثيرا ولكن ايضا تبقى مسألة كيفية التغطية الصحفية لهذا الموضوع هي بالفعل مسألة بحاجة الى مراجعة الى اسرائيل لم ترتدع يعني نقطة مهمة شكل التغطية ووسائل التغطية الحديثة سعود اليك لكن بعد ان انتقل الى لندن استاذ كاميل استاذ كاميل التقرير يشير الى ان اغلبية من تم منعهم هم من المسلمين او من المتعاطفين مع فلسطين اذا فنحن امام معلومة مهمة في الواقع وهي المنع على اساس ديني بشكل واضح السؤال اذا المطروح اين مؤسسات المجتمع المدني والحقوقية الاوروبية من هذا الامر وهذا الكشف الصحفي يعني في الحقيقة اعتقد ان هناك ان وسائل الاعلام الاجنبية ومراكز الابحاث الاساسية ومنظمات حقوق الانسان ستسلط الضوء بالتأكيد على هذه الممارسات الاسرائيلية في المرحلة المقبلة صحيح ان التركيز على الناشطين المسلمين او الذين يتحولون الى الاسلام ولكن واضح جدا ان الاسرائيليين يخشون ان الناشطين الغربيين المؤيدين للقضية الفلسطينية يأتون الى اسرائيل والاراضي الفلسطينية وربما يبثقون الممارسات التي يقوم بها الاسرائيليون ضد الفلسطينيين وينشرون هذه المعلومات في وسائل الاعلام الاجنبية ويعني وسائل التواصل الاجتماعي وهذا الامر يقلق الاسرائيليين بكسرة ولكن توقعي ان تسليط الامر على هذا الموضوع ستكون له تداعيات في الفترة المقبلة وان منظمات حقوقية بالتأكيد ستثير هذه المسألة ولكن بغض النظر كما قلت سواء كان هؤلاء الناشطون مسلمين او غير مسلمين الاسرائيليون قلقون جدا من حملة التضامن مع الفلسطينيين في الاوساط الغربية عموما بالعودة الى شراتك استاذ شام في رمالا الى شكل التغطية التقرير فيها ارس يشير الى تصوير بعض من هؤلاء النشطاء للاحداث العنصرية اضافة الى عرضها عبر منصات السوشيال ميديا من هنا السؤال هو يعني طبعا حضرتك ابن الصحافة التقليدية بطبيعة الحال صحافة السوشيال ميديا كيف ترى تأثيرها وخطورتها على كشف عنصرية اسرائيل يعني لا احد ينكر ذلك يعني تأثير صحافة الحديثة صحافة وسائل مختلفة الهاتف النقال وبسها مرات ومرات عبر مختلف المواقع المختلفة بالفعل يعني ان تصل الى اكبر قدر ممكن من اعداد الجماهير في مواقع مختلفة في نفس اللحظة في العالم هذا كان احتكارا واريد هنا اشارة كان احتكارا فقط على وكالات الاعلام الاجنبية الرئيسية الثلاثة التي تعمل في مختلف العالم ولسا فيما يتعلق واريد الاشارة اعتقد ان مهم الاشارة لهذا الموضوع ان معظم هذه الوكالات خاصة في تغطيتها لاسرائيل وفلسطين والاراضي المحتلة الفلسطينية كانت تتأثر دائما بالتغطية الاسرائيلية معظم مكاتب هذه الوكالات بالاساسية موجودة في القدس الغربية صحيح ان هناك فلسطينيون يعملون لديها وان تغطيتها اختلفت نوعا ما وانا عملت لسنوات طويلة مع احدها ولكن اقول لك ان لعقود طويلة احتكرت هذه الوكالات التغطية الاخبارية للصراع الفلسطيني الاسرائيلي اليوم تأتي وسائل الاعلام والتواصل الحديثة لتنافس هذه الوكالات ولتعطي مقاربات تختلف بشكل كبير يبدو لدينا مشكلة فنية لذلك سوف نواصل القراءة في صفحة الاولى ونذهب الى ما قاله محافظ القدس عدنان الحسيني في حوار خاص مع صحيفة القدس من ان المشاركة بانتخابات البلدية الاسرائيلية في القدس ترشحا او انتخابا مرفوضة جملة وتفصيلا مشددا على ان قضية القدس ليست قضية خدمات بل قضية سياسية وان حلها فقط يكون بزوال الاحتلال ورأى الحسيني في هذا الحوار ان صفقة القرن قد سقطت قائلا لن تمر الصفقة الا اذا وافقنا عليها وحيث اننا رفضناها بالمطلق فقد سقطت نقلت صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية ابرز ما ورد في كلمة رئيس محمود عباس امام المجلس المركزي الفلسطيني في اجتماعات المجلس المركزي وقالت الصحيفة ان عباس قال صراحة نحن اول من حارب صفقة القرن وسنستمر في ذلك حتى اسقاطها لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال في الخان الاحمر وسنبحث سبل التصدي لقانون القومية العنصري وشدد في الوقت ذاته على ان السلطة غير معنية برفع العلم الفلسطيني في تل ابيب اثناء مظاهرات عرب فلسطين ضد قانون القومية الاسرائيلية اذهب الى الاساس كاميل الطويل اساس كاميل في الواقع نحن نتوقف امام حديث محافظ القدس الذي يطرح قضية محورية وهي هل تعتقد ان فعلا النضال السياسي وخوض انتخابات بلدية القدس لابناء الشعب الفلسطيني بات كما يقول هو لا يحقق هدفه وهل يعني تؤيد نشر هذه المعلومة صحفيا يعني هذا الموقف لا يمكن اخفائه اذا عبر عنه المسؤول الفلسطيني فهذا رأيه في نهاية المطاف ولكن في اعتقادي ان الانقسام في التعاطي مع هذا الموقف سيبقى بين الفلسطينيين الى فترة كبيرة في المستقبل هناك رأياني اساسيا في اوساط العرب الاسرائيليين وهو ان يقاطعوا المؤسسات الاسرائيلية كليا او يشاركوا ويعبروا عن رأيهم ويحاولوا ان يحسنوا اوضاع الفلسطينيين هذان التياران اعتقد انهما متناقضان كليا هناك تيار يقول ان المشاركة في المؤسسات الاسرائيلية يغطي الممارسات الاسرائيلية ولكن في المقابل هناك تيار يقول ان غيابنا عن هذه المؤسسات سيحرم الفلسطينيين من اي صوت يدافع عنهم في المؤسسات العملية التي يتحكم بها الاسرائيليون ولذلك اعتقد ان هذا الاختلاف سيستمر في المستقبل سيكون هناك انصار ومؤيدون لكل من التيارين المتناقضين ولكن موقف المسؤول الفلسطيني ودعوته الى مقاطعة الانتخابات البلدية اعتقد انها قد طلق اذانا صاغية لدى بعض الفلسطينيين لكن هذا لن يحرم الفلسطينيين من الترشح للانتخابات وتمثيل ربما شريحة من الفلسطينيين في مؤسسات البلدية الفلسطينية وتحديدا في القدس سيد الشام عبدالله هذه نقطة ايضا مهمة وادعوك لتوقف امامها معي هناك نقطة فعلا اهتمت بها دولة الاحتلال وصحفها بالامس الرئيس عباس شدد على دعمه الشعب الفلسطيني في داخل الخط الاخضر دعما محوريا لا ينتهي لكنه في وسط الحديث قال ان رفع العالم الفلسطيني في تل ابيب اثناء مظاهرات العرب ضد قانون القومية لا يعنينا السؤال هنا لحضرتك لماذا تقريبا اختفى هذا التصريح من الصحف الفلسطينية بل وركزت عليه ونشرته الصحف الاسرائيلية يعني اولا هناك العديد من التصريحات والاخبار المستحقة للنشر وتستحق النشر ولا تظهر بالصحافة الفلسطينية للأسف هذا من جانب من جانب اخر يعني هذا يظهر مدى للأسف مرة اخرى مدى خضوع الصحافة الفلسطينية للسلطة ايا كانت السلطة السلطة الوطنية السلطة الاسلامية في قطاع غزة او سميها ما شئت وهذا تقليد للأسف كما في كثير من الدول العربية دائما كانت الصحافة خاضعة لانه لا شيء يبرر على الاطلاق ان يقول ان يعلن الرئيس الفلسطيني امام اجتماع مثل هذا الاجتماع ويقول بالحرف الواحد وبشكل واضح ما قاله ولا تجده في وسائل النشر بالذات الصحافة الفلسطينية لا يوجد ما يبرر واعتقد ان تمت موضوع اخر او مسألة اخرى تتعلق بالمسألة ان الفلسطينيون يعيشون الان بالفعل مرحلة ضبابية غير واضحة تماما يعني حتى القيادة الفلسطينية وكان واضحا في خطاب الرئيس بالامس في افتتاح المركزي لا زالت تتمترز خلف عملية مناهضة وقتال ضد صفقة القرن اريد هنا بس فقط جملة اعتراضية اقول لك حتى وان ذهبت الصحافة الى تنقية الكلمة وفلترتها صحفين هذا معمول به طبعا لكن وسائل الاعلام الاخرى سوشيال ميديا تم تسريب الكلمة عبر تويتر وفيسبوك وعبرها يعني اصبحت مسموعة وهذا يعيدنا للنقطة التي كنا نتحدث فيها من قبل سيد شام هل سمعت السؤالي؟ نعم سمعت السؤال نعم نعم واضح تماما بالفعل للأسف لازالت الصحافة التقليدية فقط في العالم العربي فقط في فلسطين فقط في هذا الجزء من العالم تصر على ان تتعامل مع الامور بذات الطريقة لم تكن ابدا طريقتها بصلا بالاساس صحيحة طوال السنوات لم تكن مهنية ولكن امام هذا الاسرار لا يملك الانسان الا سوى التعجب لانه لا يمكن ان تحجب المعلومات والاخبار في عالم الاتصال اليومي مع كل مختلف وسائل الاتصال واشكالها وانواعها ولكن تصر للأسف لانه هذه صحافة قامت ونشأت وعاشت في ظلال السلطة وتعتقد انه لن تكون لها قائمة الا في ظلال وفي كنف مثل هذه السلطات طبعا اريد ان استمع لسنس كاميل طويل يعني ورائي الصحفي بخبراتي في هذه النقطة ولكن بعد فاصل قصير مشاهديك كرام نذهب اليه ثم نعود مرة اخرى لهذا الاستعراض الصحفي في الصفحة الاولى اهلا بحضراتكم مرة اخرى مجددا الى الصفحة الاولى ونذهب مباشرة الى لندن والاستاذ كاميل الطويل استاذ كاميل الطويل اريد ان اتوقف امام تصرحات الرئيس ابو مازن وفي نقطة محددة فكرة انه لا يعني رفع العالم الفلسطيني داخل هذه المظاهرات التي كانت داخل تل ابيب ما رأيك في الواقع لا اعرف اذا كانت هناك بالفعل تعليمات للصحافة الفلسطينية بتجاهل هذه الفقرة من كلمة الرئيس الفلسطيني ربما وسائل الاعلام نفسها خشيت ان يساء فهم هذه الجملة ولكن من الطبيعي ان نفهم لماذا ركز الاعلام الاسرائيلي على هذه الجملة وصلة الضوء عليها وهي من خلال اظهار الرئيس الفلسطيني وكأن العالم الفلسطيني لا يعنيه وبالتالي احداث شرخ بين الرئيس ابو مازن وبقية شرائح المجتمع الفلسطيني ولكن في الحقيقة لا اعرف اذا كانت هناك بالفعل زلة لسان او كانت هناك تعليمات لوسائل الاعلام الفلسطينية بتجاهل هذه الجملة نواصل قراءتنا ونذهب لما كشفت عنه دورية انتليجنس اونلاين الامنية الفرنسية عن تواصل بين جماعة انصار الله في اليمن وحزب الله اللبناني في كل ما يتعلق بادارة الحرب في اليمن ونقلت دورية الفرنسية عن مصادر وصفتها بالاستخباراتية ومسؤولين رفيعي المستوى في حزب الله ان ناصر اخضر وهو مسؤول التواصل بين الحثين في اليمن وحزب الله اللبناني في كل ما يتعلق بادارة الحرب في اليمن السيد هشام عبدالله تقريبا مثل هذه نوعية من الازدارات اتحدث هنا عن الدوريات او المجلات الامنية لم ننتبه كثيرا لوجودها في عالم الصحافة العربية اولا انا اريد ان اخذ رأي حضرتك الفعلا تلاحظ هذا الامر ولماذا انصح هذا السؤال نعم بالشكل وبالاطار لا يوجد في العالم العربي طبعا هذا التقليد موجود في العالم الغربي هذا النوع من الصحافة هناك طبعا صحافة منجلات شهيرة مثل جينز وإلى ذلك جينز وإلى ذلك ليست فقط في فرنسا في مختلف العالم الغربي ولكن يعني في العالم العربي وانا هنا لا اريد يعني السخرية من الموضوع ولكن لا اعتقد يعني اريد ان اشير هذه الشرطين اولا لا اعتقد ان الاجهزة الامنية والسلطات في العالم العربي بحاجة لمثل هذه الدوريات الامر الامر الاخر يعني معظم الا من يعني بعض الاستثاثات من رحمة ربي كما يقال يعني تجد صحافة مستقلة وشجاعة واستقصائية في عالمنا العربي ثالثا وهو امر مهم جدا يعني انا يعني برأيي المهني الصحفي المتواضي اقول انه لا يمكن يعني بشكل من الاشكال اخذ المصادر الامنية على محمل الجد وعلى انها مصادر مهنية لا اعتقد انه يوجد هناك اي مصدر امني ولا مسئول امني يريد ان يعطي اي صحفي في العالم سواء كان في الولايات المتحدة في بريطانيا في فرنسا الا وكان له هدف من ذلك المعلومات الامنية لا تعطى هكذا مجانا استاذ الشام هذا يدفعني ان انتقل بهذه النقطة وهذا التشكك الذي اشرت اليه الاستاذ كاميل الطويل في لندن استاذ كاميل وبخبرة صحفية في اوروبا لك باع فيها طويل الى اي مدى يمكن الثقة في المواقع او دوريات الامنية هل الاكثر مصداقية هي الدوريات الصحفية الامنية الكاملة ام الاعتماد كما هو متعرف عليه على صحفي محدد او مصدر معين او صحيفة معروف بصلتها بالجهات الامنية الوثيقة يعني في الحقيقة لا يجب التعميم في هذا الامر هناك صحف ومجلات متخصصة في مواضيع معينة وهناك مواقع امنية متخصصة ايضا في متابعة شؤون ربما تعنى بشؤون الشرق الاوسط ولكن اهمية الامر هو ان الصحافة المتخصصة سواء كانت مجلات او مواقع اخبارية تعتمد على ربما مسؤولين خدموا في ادارات غربية سواء كانت اجهزة الاستخبارات او وزارات الخارجية ولديهم باع طويل في الاطلاع على شؤون العالم العربي هؤلاء يخرجون من المؤسسات الحكومية الغربية ويعملون في شكل مستقل واحيانا يقدمون معلومات تشي بان لديهم بالفعل خبرة واطلاع واسع على ما يحصل في عالمنا العربي وبالطبع هؤلاء الاشخاص من المهم متابعة تقاريرهم وتحليلاتهم ولكن هذا لا يعني في العموم ان كل معلوماتهم لابد ان تكون صحيحة ربما يكون هناك تسريب بعض المعلومات من خلالهم ولكن في الاجمال شخصيا اود ان اتابع هذا النوع من المعلومات لانه ينم عن سعة اطلاع وخلفيات ربما تغيب عن بعض القارئين العاديين في العالم العربي امريكا تخسر اذا خسرت تركيا هكذا جاء عنوان تحليلي بصحيفة واشنطن بوس للكاتب ماثيو بريزا والذي حذر خلاله ادارة ترامب من تداعيات الحرب الاقتصادية التي تخوضها ضد انقرة واضافت الصحيفة ان قرار الرئيس ترامب بمضاعفة تعرفات الصلبي والالومانيوم على تركيا بالاضافة الى تقارير حول دراسة فرض عقوبة اوسع نطاقا بمثابة تصعيد خطير وهو التصعيد الذي راهنت الصحيفة وبصورة لافتة على عدم الاستمرار فيه سيد الشام اتوقف عند هذه الفقرة الاخيرة في هذا المقال من خلال طبعا صحيفة واشنطن بوست وهو ارهان على عدم الاستمرار في هذا التصعيد هل فعلا هذا السيناريو ان كان سيناريو بالفعل سيكون له نقطة ذروة عندها تنتهي الاحداث نعم يعني عودتنا التجربة والخبرة السابقة انها ستنتهي الى حد معين فاصل معين ولكن هذه المرة هناك ثمت فارق ليس فقط وجود الجبهوريون في رأس السلطة والحكم في الولايات المتحدة الامريكية ولكن برئيس من عيار دونالد ترامب الذي يعني اعطانا حتى الان ليس مجرد فكرة ولكن اكد لنا انه ما هي نوعية الخطوط الحمراء التي يمكن ان توقف عنها عندها ليست هناك خطوط حمراء يمكن ان يتوقف عندها ومثل هذه المواجهات يمكن ان تجر الجميع الى نتائج كارثية صحيح ان صحيفة واشنطن فولس المعنية في الامر هي من الصحافة الليبرالية والاقرب الى الحزب الديمقراطي ولكن الادارة الحالية في الولايات المتحدة الامريكية هي ادارة الحزب الجمهوري وهناك في الحزب الجمهوري واساس الحزب الجمهوري وهو من حزب ليس بالبسيط على الاطلاق وله اثاره في العالم كله وليس في الولايات المتحدة الامريكية ما اقوله انه تمت من يدعمون واركان الحزب الجمهوري الذين يريدون لمثل هذه المواجهات ان تستمر خاصة أولئك العاملين في الشركات العملاقة التي لها علاقة بالسلاح وكل ما يرتبط في هذه التجارة سيدس كميل هل نحن في هذا صراع التركي الأمريكي الآن أمام تصاعد للأحداث أم كما يقول البعض أن هذا سيناريو مدروس وبعناية شديدة جدا هذه تسريبات وموجودة في بعض التقارير وستجد في نهاية الأمر نهاية متفق عليها أعتقد أن التصعيد لا بد أن يصل إلى مرحلة معينة ويتوقف عندها ليس في مصلحة الأمريكيين أن تنهار تركيا في شكل كامل فتداعيات انهيار الاقتصاد التركي وإثارة ابترابات داخل المجتمع التركي ربما ستؤثر على عموم منطقة أوروبا والدول المحيطة ولذلك في اعتقادي أن الأمريكيين والأتراك لابد أن يصلوا إلى مرحلة معينة يتفقون فيها على بدء التراجع من قمة هذا التصعيد بين البلدين وأعتقد أن الخطوة الأولى التي يمكن أن يتم الاتفاق عليها هو أن يكون الأتراك بالإفراج عن القص الذي يبدو أن الرئيس دونالد ترامب متمسك بالإفراج عن القص أندرو برانسون الكاتب الصحف كميل الطويل متحدثا إلينا من لندن أشكرك شكرا جزيلا وشكر موصول للكاتب الصحف الفلسطيني الأستاذي شام عبد الله شكرا لكم وشكر موصول لحضراتك مشاهدة كرام في أمان الله إلى اللقاء